جيفير هوفشتاد رئيس مجموعة النواب الليبراليين في البرلمان الأوروبي ورئيس حكومة بلجيكا الأسبق يعلن رسميا ترشحه لرئاسة البرلمان الأوروبي خلفا للرئيس المنتهية ولايته مارتين شولتز مجموعة النواب الليبراليين في البرلمان الأوروبي تضم 67 نائبا وهي رابع مجموعة في البرلمان جيفير هوفشتاد سيكون على تنافس مع اليمني أنتونيو تاياني مرشح حزب الشعب وأيضا سيكون على تنافس مع جياني بيتلا مرشح الاشتراكيين الديمقراطيين حتى الآن ليس هناك من مجموعة برلمانية أوروبية يمكن أن تضمن لوحدها فوز مرشحها لرئاسة البرلمان الأوروبي في الجلسة المقررة في 17 من كانون الثاني يناير الجاري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر